السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة بغداد الجديدة وأهلا بكم في فيديو جديد لم يتبقى الكثير حتى ننهي عملنا بقى هذا الدرس والدرس الذي بعده إذن في هذا الدرس مادي سوف نفعله أوكي نحن اتفاقنا أن كل شيء يكملنا وكل أجزاء التحكم انتهت لكن بقى هذه الأجزاء أريد أديرها يعني أوكي أنت ليس من المعقول أنه أنا أذهب وأختار هذا وأذهب في هذا المجسم الداخلي وأقوم حرك القدم أمر أمر مواقع فالأفضل أن أستخدم الكنترولر يعني ما يسمى الأفضل هكذا أمر مواقعي فالأفضل أن أستخدم الكنترولر يعني في الدائرة أتحكم به لكن قبل أن أستخدم الكنترولر بقى جزء أخير لما تحدث عليه ألا وهو أنه كيف نعمل IK Handlers أوكي فحتى نعمل IK Handlers نحن متفقن على فقرة IK Handlers كيف نعملها إذن دعني في البداية أخفي فقط البودي أتحول إلى Template حتى أستطيع أن أصلي هذه الأمور أوكي الآن إذا أعمل على IK Handlers قبل التمبلت المتحكم فكيف أعمل IK Handlers IK Handlers هي هذه IK Handlers بين من وبين من طبعا إذا أختار Snap أختار بين هذه النقطة ومن هو تريد آخر أصبع نفرض أنه هذه الحركة إذن بهذه الطريقة أوكي أنه تقدر طبعا إذا أزيل Snap حتى أستطيع أن أتحكم بالرجل نظر الآن هذه IK Handlers يتحكم لي بالقدم بسهولة أوكي شي جميل هذه IK Handlers نسميها IK Food أوكي أنت أنا منعدها هذه IK Food طبعا أيضا ليس من المعقول أنه يأتي الشخص أن يضغط على IK Food حتى يحرك الفود لا بد أن يوجد Control التي يتحكم بها كيف نكون Control؟ العملية سهلة كل الذي نفعله نحن نذهب إلى هنا نختار هذه الدائرة Service نسحبها هذه الدائرة التي أنا أريدها كي هي هذه الدائرة التي تكون Control بالنسبة إليها ثم أصغرها بالنسبة للعروض حتى تكون بالشكل الذي تناسبني أوكي 100% أكد أنه هي بالمنتصف نصف القدم أوكي الآن هي هذه صارت منتصف القدم تدير حول القدم فقط أكد من بعض الأمور كما قلنا أنه تأكد منها أوكي بحض الشكل الصحيح الآن يشريد إذا هي هذه القدم تتحكم في هذه الجزء الأسفل من القدم فإذا يجب أن أربط بين اثنين كيف أربط بين اثنين؟ يجب أن يكونوا في بداية نفس الـ Center كيف أعملهم نفس الـ Center أضغط على هذه أضغط في البداية على Snap أضغط نفتاح D حتى يسمح لي بتغيير المكان وأسحب وأنقل هناك الآن إش اللي صار لو زلت الـ Snap الآن المركز الخاص به هذه الدائرة أصبح نفس مركز القدم حتى عندما أعمل بين أطم Concentrains ما تتغير شكل القدم إذا الآن نتغير المركز الخاص به هناك الآن حتى أعمل Concentrains قبل أن أعمل Concentrains أعمل إش منظرة لأبعاد الخاصة به غير ثابتة فالأفضل أن أعملها Freeze فكيف أعملها Freeze Transform أحولها 0-0-0 والآن أعمل إش Concentrains بين الاثنين كيف أعمل Concentrains الثنين؟ أنا ما أختار الأول أضغط Shift أختار الثاني ثم كل الذي أفعله Concentrains إش أقول له Point Concentrains أنا أوكي الآن لجيت أختارت هذه القدم ممكن بواسطة حرك القدم يعني وهو الهدف المطلوب يعني أنا لجيت عدة الـ Body ظهرت من جديد الآن بواسطة هذه الدائرة مضر مجرد أختارت فقد الدائرة أستطيعني حرك القدم وهو المطلوب الآن مطلوب منك إيش؟ تعمل نفس الحركة بالنسبة للقدم الثانية ونفس الحركة بالنسبة لليد يعني اليد الآن لو كان الفيديو الآن لازل لدي وقت يتحكم في هذه اليد أعملها نفس الحركة أوكي نفس الحركة أختار الـ Snap mode ثم أذهب إلى الـ Ringing وأختار AK Handler بين من؟ من هو يتحكم باليد؟ هذه وهذه هذه الثنين يتحكم باليد أوكي الآن حصلت على AK Handler الخاص باليد أزيد الـ Snap mode الآن هذي يتحكم باليد أوكي أسميها اسم AK Hand أوكي أيضا كما اتفقنا أنه هذه ما قدرنا يتحكم بهذه الشكل يجب أن أضع لها دائرة حتى يكون الدائرة هي المتحكمة أسهل إليها أوكي أذهب إلى الـ Polygon إلى الـ Sear العفو أختار هاي الدائرة وكون لي أضعها هنا وعمل معها نفس الحركة التي عملتها سابقا فأول شي أذهب إلى الـ Body الـ Body تضعني أذهب في التدوير حولها الوضع بالـ Y أغيرها عمتها تكون حركة يدي يعني فالأفضل أنه أكثر أوكي يعني مبدأ لاني مقتنع عنه بالشكل الموجود حاليا بهذا الدائرة أستطيع أن أسحابها قليلا حتى يكون سنتر الخاص به نفس السنتر الخاص بهذه فالأفضل أن أستخدم الـ Snapped وأخذ مفتاح الـ D وعنقلها إلى نفس ذلك المركز الآن أوكي لو زلت الـ Snapped الآن لهذه الدائرة وجدت أختاريتها مركزها نفس مركز ذلك الدائرة أنا ما أختارها هي أختار Shift أختار IKHandler ثم أذهب إلى Concentrate Point Concentrate أوكي الآن الآن هذه لو جدت أختاريتها تحكم لي بالعيد انظر نفس العملية تستمر مع بقية الأجزاء اليد الثانية وكل التفاصيل تضع على Point Concentrate وهنا تضع وفي المنتصف أيضا تضع يعني حتى في هذه المنتصف الجسم أيضا تضع على Concentrate يتحكم بي حتى سوف أوضح لك إيش الفكرة من الـ Concentrate أنت راح توضعها بالمنتصف يعني تضع لك واحد آخر هنا Point دوارة بهذا الشكل دعني أراه من الأعلى انظر كم هو بعيد في الحقيقة انظر كم أنا عندما أخطأ عندما أرسم أين هو كم هو الحقيقي وكيف أنا أتوقع بالـ ISO أيضا أزغرة نقول لك زغرة يا أبا أكثر ما عندنا شيء أوكي نقول أكبر قليلا حتى أكون أسر بالتحكم الآن أوكي صحيح أنا عملت لكنه الآن في الأسفل أحتاج أنه أرفع إلى هذه المنطقة أحتاج أنه أعمل Concentrate بين من؟ بينه وبين البودي إذا كدعني أخفي البودي البودي أحتاج أنه أخفي حتى أعمل إيش بين من وبينه أحتاج أن أخفي هذه وهذه كلهم أحاول أخفيهم بأذا الشكل أحاول أنه أبقيهم فقط هذا والـ Points اللي هو الذي يتصل بهم بينما هو يتصل الذي يتصل بينه وبين هذه الـ Points الخاصة بالفم إذا كيف أول شيء كما اتفقنا أضغط هذه سنابت أضغط D أنقل الـ Center Mall الخاص بالفم إلى نفس الفم أذهب إلى Discipline Modify Phrase ثم انتهت أزيل Snap الآن أعمل أتصال بين الاثنين كيف أعمل أتصال باثنين أختار الدائرة أو شيء Point A إذا اتصلها بي الآن أتنهايتهم ربطتهم كل الذي أفعله فقط أقول Point Constraint أوكي Point Constraint ربطتهم الآن المفروض هذه الدائرة لما أختارها تتحكم لي في جسم الجسم وهذا صحيح الآن لجهت ظهرت باق للعينين وكل التفاصيل الآن أوكي الآن هذه الدائرة بطبيعتها المفروض تتحكم لي بالجسم انظر جيد وهذا شيء جميل تضيف أنت بقي التفاصيل على كل النقاط Point Constraint تضيف على كل النقاط وتستمر في الدرس ترجمة نانسي قنقر